ابناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنختم شابتر 3 اللي هو الاسوليتد فوتينج والنهاردة هنتكلم عن part 18 اللي هو design of rectangle footing steps او خطوات تصميم الاعداء اللي هي على شكل مستطيل من course foundations engineering 1 الخاص بقسم الهندسة المدنية المستوى الثامن في كلية الهندسة جمعة الملك خالد النهاردة في الجزء ده جزء بسيط خالص ازاي نعرف نحط حديد التسليح بتاع الاعداء الريكتانجل واحظ ان هي نفس حديد التسليح بتعمين بتاع الاسوليتد فوتينج اللي هي على شكل مستطيل ولكن طبعا القيم غير القيم بتاعتنا ادي الحديد اللي هو في الاتجاه مثلا القصير ودي الحديد اللي في الاتجاه الطويل وهنا حطينا البرندة اللي هي واحد فاي عشر او واحد فاي اتناشر اللي بتمسك الحديد عشان ما يقعش تاني حاجة نبتدي نحط الحديد بتاع او الاشارة بتاعة الاشار بتاعة العمود عشان بعد كده نبتدي نحط الحديد بتاع العمود لما نصب القاعدة بتاعتي طيب ادي الطول بتاع القاعدة بتاعتي ودي القاعدة العادية اللي هي البلين كونكريت احط الديمينشن هنا واحط الديمينشن بتاعة الخرصانة المسلحة وبعدين ابتدي احط مين السمك بتاع الخرصانة العادية والسمك بتاع الخرصانة المسلحة وده منسوب التأسيس وبعدين في الحالة دي ابتدي احط الديمينشن بتاعتي كلها كده ابتدي احط الحديد ده الحديد مثلا اللي في الاتجاه ده الطويل يبقى ده الحديد الطويل وبعدين في الاتجاه القصير يبقى ده الحديد القصير وخلي بالك ان نفس الحديد ده هو ده عشان CI بتساوي C2I وبعد كده لاحظ ان ادي اشارة العمود ده وهي اشارة العمود لنفس العمود ده هوت وبعدين هحط حديد مين الى حديد بتاعي طول الاشارة بتاعي بيبقى تقريبا واحد متر ممكن نعمل الاشارة بالشكل ده او بالشكل ده مفيش مشكلة نفرض ان انا ارسم كمان البلان بتاعي ابين في مين ابين في القعدة بتاعتي الخلصانة هنا دي البي بتاعت ودي البي بتاعت اسف ال ال بتاع ال ال وهنا دي ال ال بتاعت ودي البي بتاعت وبتيجي حط الحديد ماله بتاعي زي ما تعلمنا ان كان على شكل او على شكل ال حسب البوند اللي انت شيكت عليه وبكده يبقى احنا أنهينا بحمد الله شابتر سري وهننتقل إن شاء الله لشابتر فور شكرا